في ذروة غموض تدعيات متحور اوميكرون على الاقتصاد العالمي تتلاشى جهود كبريات الاقتصادية العالمية في تخفيف عباء الديون على فقراء العالم ببان الجائحة لتنكشف تهديدات جديدة قد تصل لترصي منهيار اقتصادي لنحو ستين في المئة من البلدان الفقيرة عبر المحمورة نحو ستين بالمئة من البلدان المنخفضة الدخل تعاني بالفعل اعباء الديون او معرضة لهذا الخطر بشدة مقارنة باقل من نصف هذه النسبة في عام الفين وخمسة عشر وان لم تكشف الهيئة المالية الدولية عن قائمة الدول المعنية بالتهديدات الجديدة لكنها وجهت دعوة لمجموعة العشرين لاتخاذ اجراءات عاجلة في سياق انقاذ الدول الفقيرة من سيناريو الانهيار الاقتصادية التجارب الاخيرة لتشاد واثيوبيا وزامبيا تظهر انه يجب تحسين الاطار المشترك لمعالجة الديون فيما بعد مبادرة تعليق خدمة الديون الاطار المشترك لم يحقق عوده بعد تحذيرات هيئة بروتون ويردس لم تتوقف هنا بل امتدت على التكهون بسنة صعبة العام المقبل لا شكا عام 2022 سيكون اكثر صعوبة بينما يلوح في الافق تجديد السياسات النقدية عالميا تخفف عباء الديون قد تكون استراحة محارب للدول الفقيرة في مواجهة معركة تسديد ديون متراكمة منذ عقود في انتظار رد فعل كبريات الاقتصاديات في سبيل انقاذ فقراء العالم من انهيار وشيكة اشتركوا في القناة